هذا وقد أكدت رئيسة مجلس الأعمال الإفريقية أماني عصفور أن مصر أصدرت العديد من المبادرات الاقتصادية خلال رئاستها لقمة الدول الخاصة بالسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية الكوميسا جاءت تصريحات رئيسة مجلس الأعمال الإفريقية على هامش الجولة الإفريقية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش فعليات وأعمال الاجتماعات التحضيرية الخاصة بالقمة الثانية والعشرين لقمة الكوميسا السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي كان لنا هذا اللقاء مع دكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي ورئيس لجنة تعزيز التجارة بمجلس أعمال الكوميسا برحب حضرتك يا دكتور أهلا وسهلا برأي حضرتك أهم الملفات المطروحة على السادة الرؤساء والزعماء والقادة الأفريقية في قمتهم التي من المنتظر أن تنطلق بعد ساعات من الآن هو طبعا أهم شيء في القمة بالنسبة لنا كتعخص التوسيات التي ستطرح على الرؤساء من منتدى الأعمال الكوميسا الذي يعقد الآن والتوسيات حول أشعار المنتدى وهو التكامل الاقتصادي والاستثمار في الاقتصاد الأخضر وده مجلس أعمال الكوميسا بيقوم بهذا المنتدى الأعمال الأفريقية على هامش كل قمة وطبعا مرأس ريب ترأس هذه القمة ونرى أنه مصر تحت رئاسة مصر الكوميسا كان هناك عدة مبادرات كثيرة منها التحول الرقمي منها الاستثمار في البنية التحتية منها إشراك دور الكتع الخاص ويمكن ده من أهم التوسيات لأنه يعني زي الاستراتيجية سواء مجلس أعمال الكوميسا أو مجلس أعمال أفريقي عندنا ثلاث عوامل لإشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية والتكامل الاقتصادي أولا تنمية القطاع الخاص وبناء قدرات القطاع الخاص الأفريقي ويشمل أيضا مشروعات صغيرة متوسطة والمرأة والشباب وأيضا الشركات التي يمكن أن يكون لها دور في البناء في القارة الأفريقية الثاني عامل هو السياسات الداعمة للاستثمار للقطاع الخاص والبيئة المناسبة وكيفية وضع حوافز للكطاع الخاص للاستثمار في كافة المجالات إذا قلنا إحنا منتكلم على الاقتصاد الأخضر في التاقة المتجددة إنه أفريقيا بتحوز على أكثر من 45% من التاقة المتجددة في العالم سواء كده الطاقة المياه أو الرياح أو السول الشمسية الطاقة الشمسية فالاستثمار فيها أيضا تم على هامش المؤتمر النهاردة مع بعض السادة الوزراء صوصا وزراء السياحة إذا الاستثمار في القطاع السياحي على مستوى القارة الأفريقية وكستوى الكوميسة واحدة من الأشياء اللي احنا فعلا بنعاول عليها إزاي يكون هناك على الأقل 40% من كل المراقصات الحكومية بتذهب للقطاع الخاص الأفريقي بحيث لما أنا عندي في مصر منتجات ممكن تصدر ما يبقى دي بتحسب أولوية بدل لما يبتبقى من الهند أو من الصين أو من توركيا إذا إحنا قدرنا أن نحن نمشي هذا القانون وده يمكن من الأشياء اللي أنا ترحتها أيضا في البرلمان الأفريقي أسبوع الماضي في جوهانسبورغ إنه البرلمانات الأفريقية تضع هذه القوانين بحيث تفضل المنتج الأفريقي العامل الثالث اللي هو إزاي عندنا منتج أفريقي قوي ويمكن ده أيضا من التوصيلات اللي هتروح للسادة الرؤساء إزاي يبقى أنا أنامي قدرات الكتار الخاص أنامي التصنيع في القارة الأفريقية يبقى عندي ده هول فاليو تشينج كيف المدافع على كافة المستويات إزاي إحنا قلنا إنه ممكن تلات أو أربع بلدان تتجمع ويحصل دافة للقيمة للمنتج الأفريقي وللمواد الخامل الموجودة في القارة الأفريقية إحنا عندنا في مصر خبرات علمية كوية جدا إزاي نستثمر هذه الخبرات العلمية بصدرها للقارة الأفريقية بحيث يبقى فيه تدريب وتأهيل الكتار الخاص يكون فيه استثمار في التصنيع أهم شيء في دور الكتار الخاص وده يمكن تحت رئاسة مصر الكوميسا كان هناك يعني تركيز قوي على دور الكتار الخاص في التنمية يعني حضرت تحدثت عن الإصلاح التشريعي أو إجراءات تشريعية تدعم هذا التوجه ولكن يبدو أن هناك معاوقات على الأرض تتعلق بالبنية التحتية لدول المجموعة تتعلق ببعض الإجراءات التحفيزية المفروض لتستهدف مجتمع رجال الأعمال برأي حضرتك هل القمة التي نحن بصدرها ستنجح في عبور وتجاوز كل هذه المعاوقات؟ هو طبعاً الاستثمار في البنية التحتية هم جداً لأنه إذا إحنا قلنا تكلفة المنتج عشان لما بين بلد وبلد بتيجي ممكن عن طريق الميناء بتبع أرخص من لو جات من داخل القرى الأفريقية من عشان الطرق عشان كده كمان سيدات الرئيس في كل الخطابات بتاعته بيركز على الاستثمار في البنية التحتية عشان يبقى عندنا كيب تاون كايرو طريق من منبسة إلى ليجوس كل الكوريدور سواء خطوط ملاحية عشان نقل البضائع من كل البلدان الأفريقية خطوط السكك الحديدية، الطرق والمواني، تطوير المواني الأفريقية أفريقيا فيها أكثر من 18 ألف نواتيك المايل إزاي تطوير المواني والسباشيال إكنوميك زونس أو مناطق الاقتصادية الحرة علشان نقدر أن ننمي المنتج الأفريقي زي ما ذكرت ويبقى عندنا إضافة للمنتج يعني مثلا إحنا نتكلم نهاردة من زنبيا زنبيا والكونغو الديموقراطية الآن في اتفاق علشان إضافة قيمة للمعادن وخصوصا المعادن التي تستخدم فيه البطاريات للسيارات الكهربائية 2030 هيبقى عندنا أكثر من 200 مليون عربة تسير بالكهرباء فلازم أن يكون لها بطاريات وهذه البطاريات ممكن أنها تسنع في القرارة الأفريقية باستخدام المعادن الأفريقية وبأيادي أفريقية وده يمكن هو ده أهم حاجة إيه كمه اللي تقدر تقوم بي إزاي خلال التكامل الاقتصادي في القرارة الأفريقية وإضافة قيمة للمنتج للمواد الخام الأفريقية دكتورة أماني عصفور رئيس مجلس أعمال الأفريقي ورئيس لجنة تعزيز التجارة بمجلس أعمال الكوميسا أنا بشكر السيادة جزيلة شكرا على هذا الأمر أهلا وسهلا شكرا